الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الإخوة المشاهدون الكرام نلتغي مجددا في حلقة جديدة من برنامج سؤال وجواب الذي نطرح فيه إجابات العلماء على أسئلة المتابعين السؤال الأول يقول السائل ما هو معنى الآية إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لأني جادلني بعض الناس وقالوا هذه الآية فيها دليل على أن شيخهم الكباشي أو الأولياء يحبون الذرية لأن جبريل قال لأهب لك فيمكن للولي أن يقول ذلك أفيدونا بارك الله فيكم أولا هذا الاستدلال بهذه الآية من أبطل الباطل ولا تدل عليه الآية ولا يدل عليه مفهومها ولا يدل عليه أي نص من نصوص القرآن أو السنة ولم يقل به أحد من سلف الأمة قاطبة الذين يرجع إليهم ويقتدى بقولهم في التفسير وفي شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية تتكلم أو تذكر قول جبريل عليه السلام لما جاء لمريم بأمر من الله سبحانه وتعالى ليهب لها الله عز وجل غلاما زكيا فقالت إني أعوذ بالرحمن منك لما رأت جبريل في صورة رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا بعدك بيليها عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك أي أنا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى إنما أنا رسول ربك لماذا؟ يعني ربنا أرسلني الله رسلني ليشنو؟ لأهب لك غلاما زكيا فهذه الآية جاءت في قراءة إنما أنا رسول ربك ليهب لك قال بيهب الله سبحانه وتعالى ليهب لك الله يعني ليهب لك غلاما زكيا هذه في قراءة طورش فالقراءة تبين أن الذي يهب هو الله عز وجل وجبريل عليه السلام إنما هو مرسل أي أرسل برسالة معينة ليهب لها وده عندنا بالعادي كده بالبلدي لما زول يرسل ولده ولا يرسل ليه واحد يقول له يا أخي أمشي لفلان أدي والوصية دي بيجي بقول لك أنا أرسلني لك عمك فلان ولا صاحبك فلان عشان أديك الوصية دي أنا أرسلني لك عشان أديك الوصية دي فأنا مرسل في النهاية أنا ما أديتك ألا أداك الزول داك ألا أرسل لك هو ألا أداك لكن أنا باعتباري مرسل رسلوني بالمرسال هذا هو المفهوم والمعنى بتاع الآية إنما أنا رسول ربك ليهب لك أو لأهب لك غلاما زكيا فالواهب هو الله سبحانه وتعالى بدليل الآية في صورة الشورى قال سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب البيهب ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير فالبيهب المولى سبحانه وتعالى هذه الآية ليس فيها أن الواهب الذي وهب لمريم عليها السلام الذي وهب لها الولد ليس هو جبريل إنما هو الله سبحانه وتعالى لكن جبريل بيّن في أول الآية أنه مرسل من الله لأن جبريل من الملائكة والملائكة لهم وظائف هذه وظيفة من وظائف الملائكة ما بنقول نحن إنه البيهب جبريل أو بيعطي جبريل لا جبريل ملك من الملائكة موكل بهذه المهمة والرسالة والوظيفة المعينة غيره من الملائكة ميكائيل موكل بالقطر من السماء إسرافيل موكل بالنفخ في الصور لكن إحنا ما بنقول إسرافيل هو الذي يتحكم في الكون ويفعل ما يشاء ولم نقول جبريل يتحكم ويفعل ما يشاء لا إنما هم ملائكة لهم وظائف يؤدونها ملك الموت يأخذ الأرواح لكن ما بنقول الذي يقتل والذي يقدر الموت ويقدر الحياة ويقدر عمر الإنسان ما بنقول هو ملك الموت إنما ملك الموت له وظيفة معينة يؤديها وهو مأمور من عند الله عز وجل هو مأمور من عند الله تبارك وتعالى وكذلك جبريل أما السدلال بأن القياس الأولياء بتعينهم دين ودهل ما أولياء ذاتهم الكباشي ومنوم مكاشفي حوله ما أولياء ولو كانوا أولياء صالحين لله عز وجل لو كانوا أولياء لم استطاعوا أن يخلقوا ولا أن يرزقوا ولا أن يعطوا شيء لو كانوا أولياء لقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولياء وسيد المرسلين قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فليس له من الأمر شيء وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى هؤلاء الضلال المضلين أمثال شيوخ الصوفية هؤلاء فما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة وقد تحدى الله تبارك وتعالى جميع الخلق في قوله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مش كمان يجي يعطي الجنة ويهب الذرية مش إنسان وربنا تحداهم بذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اتمعوا له لو جو كلهم مع بعض الكباش والصايم ديمة والمكاشفي والبرع مرق من الغبر جمعاهم وكلهم الله قال لك لن يخلقوا ذبابا ولو اتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ربنا سبحانه وتعالى يقول في صورة الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنر أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالقوا كل شيء ما يقدر كباش ولا غير يخلق شيء ما يقدر صوف يخلق شيء مع الله سبحانه وتعالى قل الله خالقوا كل شيء وهو الواحد القحار فإذن معنى هذه الآية أن جبريل عليه السلام مرسل من عند الله سبحانه وتعالى بمهمة ألا وهي إعطاء مريم عليه السلام الولد وده من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند جبريل ولو سلمنا معه جدلا قالوا إنه الشيخ الكباشي يقول لأهب لك غلاما زكيا وهو بيهب غلام طيب نقول له والآية دي مكونة من أمرين الأمر الأول جبريل عليه السلام يقول إنما أنا رسول ربك بعد ذاك لآهب لك طيب لو قلنا زي ما بيقول يا صوفية لو قلت الكباشي بيقول لآهب لك والمكاشف يقول لآهب لك طيب خلاص بيقدر بيقول أول الآية يقدر يقول إنما أنا رسول ربك يعني أنا رسلني الله شانهب لك هل الكباشي رسلوا الله هل المكاشف يا الله رسلوا إنه يهب لفلان ولا يهب لفلان زي ما أسته بوزعوا جينا قالوا بمزاجهم كدا تمش دائر جناء ولد الدوق دائر بيت الدوق دائر توأم الدوق كل حاجة قالوا بيدهم هنا فنقول لهم انتو لو استذلتوا بالآية دي يلزمكم تقولوا أول الآية إنما أنا رسول ربك يقدر صوف يقول أنا رسول ربك أنا رسلني الله إنو أهب أزرية لي دا وأمنع من دا وأعطي دا ما يقدر يقول كلام دا إذن استدلالهم بهذه الآية من أبطل الباطل بل من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى سائل يقول أنتم تقولون لا توجد بدعة حسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة وقد أقام عمر ابن الخطاب التراويح وقال نعمة البدعة هذه فما تعليقكم نقول يستدل الصوفية وأهل البدعة عموما بهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على وجود البدعة الحسنة في الدين فأولا نقول ليس في الحديث بدعة حسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة سنة حسنة ما قال بدعة إنما قال سنة حسنة طيب الحديث له مناسبة جو مجموعة من الأعراب أو من الصحابة مجتابي النمار يعني محتاجين دخلوا المسجد طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام والصحابة بالتصدق عليهم لحاجتهم ولفقرهم واحد من الصحابة بدأ الصدقة جاب صدقته خطها جدام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تدافع الصحابة كلهم يأتي بما عنده أو بما أنفغه فاجتمعت الصدقات فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار للأول اللي هو اللي ابتدأ شنو اللي ابتدأ الصدقة في الأول قال من سنة في الإسلام سنة حسنة إذن من السياغ دي إحنا بنفهم سنة في الإسلام سنة حسنة سنها بمعنى مش جابة جديد مش جاب حاجة جديدة في الدين زي ما هم بيفهموا جابش جديد في الدين لا إذا قلنا معناها جابش جديد في الدين إذن ده ما بتعرض لنا مع الحديثة في الصحيحين وفي رواية المسلم وفي رواية البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواية مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواية البخاري طيب إذن حيدعى رد مع ذلك كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لنا أحدثوا في الدين جيبوا جديد جيب جديد في الدين جيب بدعة جديدة دخل كل شيء في الدين جديد ويجي هناك يقول لنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبقى تتعارض يبقى تناقض وما في تناقض وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض مع كلامه نفسي ولا مع كلام الله تبارك وتعالى إذن يبقى معناه شنوه من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياء شيئا موجود في السنة مقرر إما بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بإقراره موجود في السنة لكن سنه بمعنى أحياه أحيا حفز الناس على شيء من السنة تجاهلوا والناس إن درس إلى آخره جاء الرجل ده وأحياه يدخل في الفضل والأجر العظيم أنه سن هذه السنة أي أحياها بعد اندثارها وفي هذا يدخل قول عمر رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة لأنه يتكلم عن التراويح والتراويح ما ابتدع عمر رضي الله عنه ولا ابتدعها الصحابة ولا كانت هي من فعل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا إنما هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وصلها اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث لما اجتمع لها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج اليوم لماذا؟ لأن الوقت وقت تشريع وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها جماعة وحتى في عهد أبي بكر الصديق ما أقيمت لانشغال البكر الصديق رضي الله عنه بحروب الردة اللي كانت في عهده أما في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه جاء عمر وأحيى هذه السنة وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وصلوا جماعة فقال عمر نعمة البدعة سماها بدعة من باب اللغة إن الشيء الجديد يسمى بدعة وإن كانت في أصلها ما بدعة لكن قال نعمة البدعة باعتبار أن هذا الأمر كان متروكا لفترة من الزمان ثم أعاده رضي الله عنه أرضاه ووصفه بأنه بدعة من باب اللغة أو من باب أن العمل توقف بها لفترة من الزمن فأثنى عليها عمر رضي الله عنه ويستحيل أن تكون هي بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها عمر رضي الله عنه ويوافق عليها جميع الصحابة وهي محدثة في الدين وجديدة أبدا فإذا ما في دليل في هذه القصة ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ما فيه دليل على إحداث بدعة بعض الأهل العلم كالقرافي وكغيره العز بن عبد السلام أظن وقول منقول أيضا للشافعي يقولون بلفظ البدعة الحسنة طيب فظن الصوفية الجهال وغيرهم من الحمقة ظنوا أن في هذا تأييد لمذهبهم في الإبتداع والإحداث والضلالات وقد أخطوا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وجه كلام أهل العلم الذين قالوا بوجود البدعة الحسنة قال فالذين قالوا بوجود البدعة البدعة الحسنة قال وضعوا لها شرطا أن يكون لها أصل ثابت بالكتاب والسنة يا الله اصمعي الناس اللي قالوا بوجود البدعة الحسنة من أهل العلم اشترطوا أن تكون هذه البدعة قد دل عليها دليل من الكتاب أو من السنة طيب والعلماء اللي قالوا بإنه ما توجد بدعة حسنة إنما توجد سنة حسنة قالوا بإنه السنة الحسنة هي ما كانت ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابتة بالقرآن أيوة إذن في حقيقة الأمر من قالوا بوجود البدعة الحسنة ومن قالوا بعدم وجود البدعة الحسنة في حقيقة الأمر قولا واحد ليه لأن الطرفين اشترطوا أن تكون قائمة على أصل من كتاب أو سنة أيوة لذلك ابن ثيم رحمه الله تعالى قال فالخلاف بين العلماء القائلين بوجود البدعة الحسنة والمنكرين لوجود البدعة الحسنة الخلاف بينهم خلاف لفظي في الألفاظ يعني هذا يعبر بأنه هذه بدعة حسنة وذا يعبر بأنه هذه سنة حسنة وفي الحقيقة كلاهما يسترط الدليل من الكتاب والسنة إذن يا صفية ما عندكم أي مجال تيتستدل بأنه في العالم الفلاني قال دين تمشي تغشي بازو الجاهل ما عارف حقيقة الأمر ولا أقوال العلماء تمشي تغشي بازو الجهال من أتباعكم وأتباعكم دين ما يحتاجوا لدليل ولا يحتاجوا لأنكم تغشوهم بابن تيميا قال ولا ابن القيم قال دين أصلا هم تبع ليكم بأغوالكم وخرافاتكم دي لو شيخكم قال بطير دينك بصدقوا لو قال إنه بيخلق بصدقوا لو قال بيدي الجنب صدقوا لو قال لهم أنا الله ذاته بصدقوا فعشان كده أصلا المرمي معاكم يا صفية ومعاكم في ضلالكم وفي باطلكم دا ما يحتاج تقول ليه قال ابن تيميا ولا قال ابن القيم ولا قال العز ابن عبد السلام لأنه دا أصلا هو لما لبس عباءة التصوف واعتنغ منهج التصوف أبعد فقه الكتاب والسنة وتنصل من فخ الأئمة الأربعة وتنصل من مسألة الدليل من الكتاب والسنة وفقها الدليل وصحة الاستلال كله دا ابتعد عنه وتبع مقالة الشيخ الشيخ قال كده معاه الشيخ فعل كل شيء معاه يقول ليك لا تعترض فتنطرد وسلم لقومك زي ما قال البرعي ثم كن عبدا لهم وخشاهم دوما كخشية ضيغمي زول بيقول كلام زي ده ما ترجو منه بعد شو يجي ميز ليك يقول لك يا أخي طيبة دليل من القيم شنو ودليل من تيمي شنو ودليل ما لا لا دل ما بعرفوا لك دليل منه ولا دليل منه دل بعرفوا شيخ ونقال كلام وراه بس فعلى أي حال ما عندهم استدلال أبدا ولا يستقيم لهم استدلال أبدا في مسألة إنه ممكن زول يبتدع قول جديد أو فعل جديد أو عبادة جديدة أو ذكر جديد ويقول لك من سن في الإسلام سن حسن ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آية محكمة في صورة المائدة الدين تم ربنا أكمل الدين وأتم النعمة والآية ذي نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وتلاها على الصحابة رضي الله عنهم وما ممكن إيجي بعد ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وهو راوي الحديث لما أحد اليهود قال آية عندكم لو نزلت لنا أو نزلت علينا مأشر يهود لاتخذنا يومها عيدة فعمر الخطاب قال رضي الله عنه قال أنا أعرف اليوم الذي نزلت فيه والليلة أو الساعة التي نزلت فيه أو كما قال رضي الله عنه أرضاه وذكر الحديث الذي ذكرناه عموما الدين اكتمل ممكن يا صوفي كل يوم أنت تجيب لي دين جديد ومن من باب المناظرة والنقاش لك أنت لما تجي تقول لي الليلة نحن عندنا والله حاجة جديدة جيبناه في الدين ذكر جديد تقول يا دايم ستة آلاف تلتمية وعشرين مرة يا دايم يا دايم آها قلت لي دا ذكر جديد دليل كنو من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجر أيواء كويس بكرة أنا بأجيك بقول لك أنا دايم ظهرت لي حاجة جديدة شنو هي إنه الزكر بتاعك بتعمل ذا لغيناه أنت بتقول لي لا أنا تلغي لي وإنت جيبته لي ماذا أنا بغلطك كده تلغيه تجيبه بلغيه أنا ما في النهاية بالحديث دا أنت قلتها خلا تجيبه جديد أنت تجيب جديد أنا بجيب جديد برضو أنت بس بشتغل معك زي دا أنت جيبته أنا بلغي بكرة طيب كيف يستغم لنا دين وكيف نحسم النزاع على بيناتنا إذا أنت قلت خلاص يا زول يجيب في الدين حاجة مقبولة بالنسبة لك أنت كده طيب خلاص أنت كيف جاخب المنطق بتاعك دا ذاته وإن كان نحنا ما من نعترف وليس هناك ما يسمى بالوهابية لكن قول نحنا وهابية سلمنا معك جدلا طيب أنا وهابي وجبت الوهابية وبستلالك بي نفس السلال بتاعك من سنى في الإسلام سنة حسنة وأنا أرى أنه الوهابية سنة حسنة إنت عندك معي رأي لا ما تبقى وهابي ليه ما أبقى وهابي معهود الحديث ذاته أنت بقيت صوفية بالحديثة أنا بعمل وهابية بالحديث ذاته بيجي واحد تاني بيعمل حزب التحرير بالحديث ذاته بيجي واحد رابع بيعمل كذا بيجي واحد سابع بيعمل أخوة مسلمين بيجي واحد بيعمل داعش بيجي واحد بيعمل تكفيريين كلهم انت تقول لهم لا لا ليه انت من اللول جبت ليه فالدين لا يقبل كل هذا نعم الدين مبني على اقوال نصوص واضحة فقه واضح فقه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم باحسان طيب يقول السائل آآ قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلف رصدا على تعتبر هذه الآية دليلا على ان الانبياء يعلمون الغيب وما تفسيرها الصحيح هذه الآية ليس فيها ان الانبياء يعلمون كل الغيب ابدا ليس فيها دليل ولم يقل بهذا الاستدلال احد من العلماء المعتبرين من سلف الامة انما الاستدلال بهذه الآية جاء في كتب الصوفية ككتابة زاهير الرياض جاء في تفسير الآية دي وده ما تفسير وكتاب بتاع خرافة كتاب بتاع خرافة فقط قال عالم الغيبي فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول عمل واحد فوق حاشية كتب تحيد اولي يعني الا من ارتضى من رسول اولي حاشية للآية انا اول مرة يلاقيني حواشي في القرآن القرآن تعمل له حواشي كمان قال الا من ارتضى من رسول اولي اذا عندهم بفق هذه الآية فقهم الباطل ان هذه الآية تفيد ان الاولياء يعلمون الغيب باطلا لاستدلال لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله ده نفي بطريقة النفي والاستثناء لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله الاولياء بتاعينك ديل في السماوات ولا في الارض السماوات في ملائكة السماوات في الملائكة الاولياء بتاعينك ديل ما قاعدين في السماوات في الارض قاعدين الارض دي قاعدين فيها فوق ولا قاعدين تحت مدفونين جوه كلهم في الارض في النهاية ربنا قال ما يعلم الغيب والبيعلم الغيب الله تبارك وتعالى الرسل انت قلت في الآية دي بيعلم الغيب ده ما تفسير كده ربنا سأل الرسل سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب فنصى الآية الرسل ما يعلم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام كلام واضح قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة انت عارف الصوفي يمكن غلط الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام يمكن يقول له لا لا انت بتعلم يا أخي بينص القرآن ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك نوع عليه السلام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك سورة هود والآية القبالة سورة الأنعام طيب دلالة صريحة في القرآن ألم يما يعلم الغيب إذن يبقى ما معنى هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول معناه أن الرسل يطلعهم الله على شيء من علوم الغيب مش كله على شيء من علوم الغيب فيما يتعلق بالرسالة لأن الرسول يخبر قومه أنه في جنة جنة غيب وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يخبرهم أنه فيه نار يدخلها الكفار والفجار النار وصفة كذا 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 هذه من علوم الغيب يطلع الله تبارك وتعالى عليها الرسل ما كل الغيب كل ما بيعلمه إنما يعلموا شيئا من علوم الغيب يخبرهم الله تعالى إياها عن طريق الوحي وحتى العلوم دي مش بيعلموهم براهم والآية ما قالت بيعلموا براهم لاحظ الآية عالم الغيب فلا يظهر أي فلا يخبر ويكلم ويعلم فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إلا الاستثنادة إلا من ارتضى من رسول أي برجع الاستثناء ليش نه? فلا يظهر. يعني فلا يظهر إلا ما يرتضى من الرسول. يعني بوري ما يرتضى من الرسول. مدام ربنا اللي بوريه إذن الرسول ما بيعلم الغيب. ما هو ربنا قال لك فلا يظهر يعني و بوريه والله سبحانه وتعالى ما بيعلمه بناه. إذا بنص الآية ما بيعلم الغيب. طيب حتى الشي اللي ربنا بيعلمه له ده هل بيعلم كل حاجة؟ لا. إنما يخبرهم ببعض امور الغيب اما الغيب كله فاختص به الله تبارك وتعالى ما يقدر يعلم ولا الرسول ولا الولي ولا الصالح ولا الطالح ما يقدر يعلم ولا الشي جنبه ذاته. إلا شي اطلع عليه بحواسه او اطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التيمم العقد بتاع السيدة عايشة راح منهم وتحت البعير العقد والنبي صلى الله سلم يفتش عنه ويدور عليه والصحابة يدور عليه ويفتشوا عنه ومعهما السيدة عايشة فتشوا عنه يوم وليلة او اكثر. ما اللي قوه? هل بيعلم الغيب? لحد ما عطشوا. وما عندهم موايا. ليه الوضوء? وليسوا بماء وليس معهم ما. نزلت آية التيمم بعد داك قوموا البعير. البتاع السيدة عايشة يقول ايه تحتو? ده الصحابة. ورسول معهم. عليه الصلاة والسلام. ما يعلموا الغيب. كيف يدعي انسان الليلة انه انهم بيعلموا الغيب. وانهم يهبوا الذرية دي كلها من الادلة الواضحة على انه ما يعلموا الغيب. انما هذه من عقائضة الصوفية. وطبعا الصوفية ما دار يسأل لك لانه النبي بيعلم الغيب. لانه دي ما بغيته ما الحقيقية. بغيته ما الحقيقية. انه بعد ما نسلم معهن نقول لهم خلاص النبي بيعلم الغيب. هاولان بيالبقية برضو بيعلموا الغيب. هو كده مكتف الصوفي. دار طوال يجي يقول لك ولا اولياء. دار يرسل ليديه. هنا اولياء بيعلموا الغيب. بعد شوية عشان طوال يسوي يقول لك اراحت لك حاجة. الدهب راحة. البقرة بتاعتك راحة ايوان. اراح لشيخنا. الحوطة لك. وده اللي بيجيبوا الرايحة. وده اللي بيعلم. ودار يوصلك ليدي. عشان في النهاية انت تعبد الشيخ. وتقدسه. وتخضع على الشيخ وتبروكيه في الوطن. وتجيب القروش تدفعها بياض. وكده. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لما ويع كتير من المجتمع اليوم بهذه الاشياء. وعرفوا انه الصوفية عبارة عن دجالين. بلعبوا عليهم. فان قطعت منهم الميرة. القروش اللي كان بتجي لي كتير من دجالي الصوفية. انت قطعت منهم. انشان كده زعلاني مننا في البلد. الوهابية عملوا. والوهابية خربوا البلد. ليه انت قيل? لانه لما علمنا الناس هذه المعاني الطيبة من القرآن. ومن السنة. وتعلموا انه لا احد يعلم الغيب. ولا احد يدل على مكان المسروق. الا ان يمن الله سبحانه وتعالى على العبد. ولا تمشي تفتح بلاغ في السرطة يمشي يفتشوا ليك. ده الشيء الشرعي. كويس? لما المجتمع عرف الاشياء دي خلاص ينفضوا من الصوفية. فاتوا اي يزول بيشتغل بهم. يقول لا امشي الى فكي يقول لك يا عزيزة دجال. والشياء دي احنا ما منهم من بياه. لما المعلومة دي مستهم ومسهم الضر. ها? واصابهم ما اصابهم من الفغر. بسبب انقطاع الزباين. لما كانوا زباين متواصلين معهم. الليلة انسارك انسارك دهب بيجارين. تسارك وروج بيجارين. والفكي يلعب عليهم وياكل في اموالهم بالباطل. لما ادرك كثير من المجتمع هذه الحقيقة. وادرك الصوفية هذه الحقيقة زعلانين مننا جدا. وانقول له نبشروا بما يسوقكم. ان شاء الله ينتشر الوعي اكثر في المجتمع. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم. الى ان نلتغيكم في حلقة اخرى. هذا وصلي لهم. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى عالم صاحبه وسلم. وصية القحطان.